أكثر من سبعة أشهر مرت على إجراء الانتخابات وما زال الصراع محتدما بين شركاء العملية السياسية لينسحب الصراع على الوضع الاقتصادي الذي يعيش شللا شبه كامل وفي ظل فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة وعدم تقديم موازنة عام 2022 رغم اقتراب العام من منتصفه جاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ إلى الأمن الغذائي الذي قدمته حكومة مصطفى الكاظمي كبديل عن قانون الموازنة ليضيف مزيد من التعقيدات في المناخ السياسي والاقتصادي المضطرب أصلا حيث تمنع القوانين النافذة حكومات تصريف الأعمال من إرسال تشريعات إلى البرلمان بهدف إقرارها وتمنح الموازنات الحكومات التخطيط الأفضل لبلوغ الحد الأقصى من الإرادات وإعادة تنظيم توزيعها وفق أولويات الإنفاق والأهم من ذلك فإن الموازنة تعد أداة تنعكس فيها قوة ورمزية الدولة من خلال وصول الإنفاق إلى جميع الدوائر والمؤسسات بطريقة تتوافق مع مصلحة المواطن لكن ما يحدث في العراق عكس ذلك تماما ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أثر بقاء العراق من دون موازنة مالية يتسبب بهدر المال العام نتيجة نقص الإرادات مع زيادة المصرفات بسبب غياب الخطط والبرامج إضافة إلى تأخر إنجاز المشاريع ليصيب ذلك أبرز القطاعات الاقتصادية بالعجز في ظل اعتماد آلاف العمال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالموازنة وبالتالي زيادة مستويات البطالة وارتفاع مؤشرات الفاقر وفي ظل حقيقة أن لا مخرج من الأزمات السياسية والاقتصادية القائمة في ظل حلقة مفرغة من الصراعات السياسية التي تؤخر الموازنة كل عام يتأكد أن القوى المهيمنة على السلطة في العراق تتحمل تابعات تعطيل سير الحياة خدمة لأجنداتها رغم التحديات الخطيرة التي تواجه البلد لأن ما يهمها هو استمرار بقائها في السلطة ونهب ثروات البلد ولو كان على حساب مصالح الشعب المثقل بالأزمات والمشاكل